صباح التفايل صباح الأمل صباح جميل على حضراتكم براحب بيكم يوم جديد من هذا الصباح دايما عودناك ودايما هنكون معاكم في هذا الصباح بفقرات متنوعة ولكن استحولي في البداية أن أنا أرحب بسميني أحنا نجيب صباح خير صباح الخير يا ياسمين وصباح معطر بكل الظهور الجميلة المصرية من الياسمين إلى الفل صباح الخير عليكم صباح الخير يا ياسمين وصباح الخير لكل مشاهدين الكرام أهلا بكم حلقة جديدة من هذا الصباح عدد من الموضوعات المختلفة هنعيشها النهاردة بالإضافة لمجموعة من التقارير والأخبار الخفيفة المتنوعة اللي بتدمننا بفانوراما حولين عدد من الأحداث حول العالم طيب عندنا موضوعات كثير النهاردة موضوعاتنا طبعا موضوع الأساسي هيكون عن المزادات نظام جديد لتصويق القطن طبعا هنجيب لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع مع ديوثنا الكرام أيضا هنتابع قمة مجموعة السبع الكبرى للتنعقد في فرنسا بمشاركة رئيس عبدالفتاح السيسي حيث وجه له رئيس الفرنسي من ويل ماكرون رسالة ودعوة لحضور هذه القمة وهذه الدعوة تأتي في إطار التقدير الدولي المستمر للتجربة المصرية في مواجهة مرفات الأمن والتقدم والتطور والإصلاح الاقتصادي برضو هنجيب لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة بقمة المجموعة السبع أو الجي سابن وطبعا زي ما عودناكم نحن عندنا فقرات ثابتة في هذا الصباح عندنا هنستعرض فقراتنا رياضية أيضا اقتصادية وفقرة الصحافة اللي بنستعرض فيها أهم المعشدات في الصحف المصري بعد الفاصل هنبدأ جولتنا الإخبارية السريعة تدعونا صباح الخير عليكم معاكم كوتشي مونير النهاردة هنتمرن تمرينات بسيطة شوية ركزنا على الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل سواء كانت في الركب او في الكوع او الشولدر اي انكاد كل المشكلة ان اللي بيعندهم مشكلة في المفاصل مش محتاجين تمريدات عنيفة او حركة كتير احنا هنعمل للنهاردة هنعمل استاتيكس سابت كل هنعمله للرجلين عشان اقوي عضلات الرجلين من غير معرهيك الرجبة هنزل كده واسمز على الحيطة واعد عشر ثواني اقف طبعا كل الناس اللي بيع اتحس بها شوية هنقرر ده كمان مجموعة يلا بينا وان تو تري فور فايف سيكس سيب ايت ناين تاني كويس جدا احنا كده بنكوّع عضلة القوادرسات او العضلة الامرية عشان تحنو الربة هنعمل حاجة كمان العضلات الشلدر لمفصل الكتب هقف كده ثابت واعد عشر ثواني وان تو تري فور فايف سيكس سيب ايت ناين اوكي انزل اخذ نفتي اطلع لقدام ثابت برضو وان تو تري فور فايف سيكس سيب ايت ناين اوكي كويس جدا يا ريت اكرر الكلام ده مرتين كل واحدة عشر عدات هنعمل حاجة كمان اخيرة تمرين اسمه بلانك ده بيشد عضلات جسمي كلها هقف على مشت رجلي هبطت قدامي هعد عشر ثواني ثو ثو ثاني ايت اوكي كويس جدا ممكن اعيد تمرين الكتب تاني اضبط ١ ناين ت sunrise 新which ثكتس يلا فوق one two three four five six seven eight nine اخر عشر ثواني البلانك يلا مع بعض يلا نبدأ one two three four five six seven eight nine ten كويس جدا كده احنا اشتغلنا على شوية تمارين بسيطة جدا قوينا العضلات وفي نفس الوقت ما انا هكلاش المفاصل واشوفكم بوكرا ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بكم ونبدأ جولة بانورامية في اهم الاحداث والاخبار اللي بتدور حول العالم تنطلق اليوم في مدينة بيارتز الفرنسية اعمال وفعاليات قيمة مجموعة الدول السابعة الصناعية الكبرى بتناقش هذه القمة وعلى مدى ثلاثة ايام عدد من الموضوعات زي التوترات القائمة بشأن التعامل مع ايران ايضا ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هل نشوف مع بعض بعض التفاصيل في هذا التقرير على مدار ثلاثة ايام تنطلق في مدينة بيارتز الساحلية الفرنسية اعمال وفعاليات قيمة مجموعة الدول السابعة الصناعية الكبرى التي تعقد على خلفية حرب تجارية معلنة بين واشنطن وبكين والتوترات القائمة بشأن التعامل مع ايران وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بريكزات السلطات الفرنسية اتخذت الكثير من الاجراءات الامنية المشددة كان من بينها اغلاق مطار مدينة بيارتز واعلان بيارتز وسائر المدن المحيطة بها حتى الحدود مع اسبانيا منطقة امنية حمراء فرنسا عملت وللمرة الاولى على تغيير صيغة قمة السابع حيث تم اتخاذ قرار بالغاء صدور بيان ختمي عن القمة لتجاوز اية خلافات وتجنب تكرار سيناريو قمة كندا العام الماضي تقارير صحفية قالت انه من المتوقع ان تكون اجواء قمة مجموعة السابع هذا العام مشحونة مع قادة تختلف اراؤهم تماما حول الملفات الكبرى العالمية فبعد اربعين عاما منذ انطلاق اول قمة لمجموعة الدول السابع عام الف وتسعمائة وستة وسبعين تواجه الدول الصناعية الكبرى تراجعا في التعددية وبروز قوى جديدة مثل الصين ونزاعات قومية في قلب الديمقراطيات الغربية روح لموضوع اخر عن وزارة التموين والتجارة الدخلية واللي بتفتح معرض اهلا مدارس او الشهر سبتمبر المقبل على ان يفتح المعرض ابوابه للجمهور في اليوم التالي يوم اثنين سبتمبر ويكون حتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتنهات الصغر وده هيكون بارض المعارض بمدينة نصر طبع الناس كتير مستنية هذا المعرض لدخول المدارس على الابواب المعرض ده الناس مستنية لانه هيوفر لهم اتاحة لجميع مستلزمات المدارس لجميع الطلاب في كل المراحل التعليمية باسعار مختلفة والملفت انه السعر لن تقل التخفيضات فيه عن 30% يعني ده 30% لحد الادمى لتخفيض الاسعار في المنتجات المعروضة في اهلا مدارس عشان نحقق فكرة الاتاحة لكل المواطنين طبعا نحن عرفينه الضغوط اللي بتقابلها الاسر المصرية مع موسم المدارس فيما يتعلق بقى الكراريس والكتب والادوات المدرسية على مدار السنوات اللي فاتت اسعار هذه المنتجات اسعار بنلاقيها في المكتبات اسعار غالية جيدة على الناس بصراحة فطبعا المعرض ده يبقى فرصة حلوة قوي لكل الناس ان هي تشتري المنتجات بسعر كويس خلينا نفكركم المعاد الثاني 2 سبتمبر لـ 8 سبتمبر تقدروا تروحوا قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرض المعارض ومكانها طبعا في أرض المعارض في مدينة نصر طريق صلاح سالم تقدروا توصلوا بأكتر من طريقة سواء كان بالمواصلات العامة أو عن طريق مترو الأنفاق موضوع سهل جدا على الناس يا ريتم لا حدش يكسل لأن فعلا فرصة حلوة قوي لأولياء الأمور إن هم يجيبوا كل المستلزمات دي بأسعار مخفضة عن اللي هتلاقوها في أي مكان آخر المناسبة يعني هو بعد تاني بس نفسي كل سنة مع دخول المدارس لما كنا بنشتري الكتب والمستلزمات الدراسية كان بيبقى لها ريحة كده معينة بتخلي الواحد يستنى العام الدراسي ريحة المقلمة كده زي ريحة صغيرين والإقلام وكل حاجة والأستيكة لو سمحت اللي هي بقى إيه في بالفراولة لا والله العظيم بجد يعني كانت فترة حلوة وفعلا واحد ببقى حابب يشوف المنظر ده أنا لما بنزل مثلا مع بناتي وشوف المنظر ده في المكتبات بحنة قوي للآيام اللي فايتت طيب نروح يعني جولات تايتانية مهمة جدا ليها مصدر من البهجة والسعادة عند المصريين مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المعروف بين المصريين بمحكى القلعة ليه بتستمر 15 ليلة المهرجان ده في دورته 28 السنة دي ناس كتير قوي بتبقى حريصة أن هي تروح هذا يعني محكى القلعة لأن فعلا جو آخر جو كده صيفي جميل الناس بتستمتع طبعا فيه كثير جدا عايزة أقول لكم أن ده زي ما احنا قلنا لكم هيكون في دورته رقم 28 أيضا بيشارك فيه عدد من المغنيين المصريين الكبار أسماء كبيرة جدا محمد الحلو علي الحجار هاني شاكر بالإضافة العدد من الفرق والفنانين المستقلين وفرق دولية كمان بالمناسبة والأهم برضو أنا دايما بأكد عليه في الحاجات دي أنه أسعارها بسيطة جدا ففرصة أن احنا نروح ونستمتع وتصور خروجة زريفة جدا مبارح كتحفلة هاني شاكر بالمناسبة وتروحوا بالأطفال عادي على فكرة الأطفال كمان بيستمتعوا جدا في القلع فرصة كمان أن انتوا تخلوهم يزوروا هذه الأماكن لأنها أماكن من أهم الأماكن الموجودة هنا في مصر تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل أكتر في هذا التقرير ونرجع مرة تانية يأتلأ لأنهم الفن والغناء في ليلة جديدة من ليالي مهرجان القلع الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين والذي تتواصل فعلياته بتقديم العديد من العروض والإلوان الإبداعية التي تعمل على إسعاد الجماهير والارتقاء بالذوق والحس الثقافي والفنية نحن نشكر الناس اللي بتنظم الفعالات اللي زي دي أنا أول مرة أحضر بصراحة بس فيه يعني ناس عميري كومنديشن أنا نيجي هنا فأنا نيجي نشوف الجواء الجميلة وتنزيم كويس وكل جايبا يحضر ليلة طرابية قوية جدا ده من الحاجات الجميلة اللي في البلد اللي معمول في أحسن الأماكن المصرية لأثار مصر العظيمة الجميلة والجو هنا حلوة قوي وكل سنة بامتزام نيجي عشان نستنى فنان زي قيمة الفنان الكبير هاني شاكر المكان جميل قوي يعني والمهرجان حلو وكل حاجة حلوة صراحة لا كلنا منتظرين بصراحة هاني شاكر يعني مسلين يصلوا على نار ليلة جديدة هي الليلة السادسة من ليالي مهرجان القلعة الدولية للموسيقى والغناء يحييها أمير الغناء العربية الفنان هاني شاكر وعزفة المارنبا نسمى عبد العزيزي يا أصيلة يا بلد يا ست الحسن يا بلد النور واتدفى والخط أصيلة يا بلد يا ست الحسن يا بلد النور واتدفى والخط ما هو أنت الأب وإنت الأمة ما أقول لك بردو شوية ما هو أنت الأب وإنت الأمة ما أقول لك بردو شوية أكيد جميلة هو أي حاجة بيعملها أصلا حيلة أول سنة الصراحة شوفه بس على طلب شوفه على تلفزيون بس هو ما راجل هاي أغنية بأحلم ديت أنا بحبها جدا هي الألعب حلوة الصراحة والحفلة حلوة نفسها ويعد مهرجان قلع الدولي واحدا من أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة منذ ميلاده في عام 1990 ونجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب التنوع وثراء محتوىه الفنية ليلة جديدة وحافلة من ليالي مهرجان قلع الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الثامنة والعشرين والتي يتلألأ فيها نجوم الفن والطرب والسأجواء من البهجة والسعادة في مشهد امتزجت فيه أصالة المكان بالإبداع الفنية من محكى القلعة أحمد سعد الدين أنيل من محكى القلعة نروح مع بعض لسويسرا حيث شهدت جبال الألب السويسرية غيوم كثيفة بتنحدر عبر ممر اسم جريمزيل في ظاهرة جوية بتعرب باسم الانقلاب أو إنفرجان هذه الظاهرة تحدث عندما تكون درجة الحرارة بتسجل معدلات طبيعية وتتقابل الارتفاعات مما يعني أن درجة حرارة الهواء تزيد مع الارتفاعات مقابل لانخفاض المعتاد في درجة الحرارة في المناطق المرتفعة بمعنى أصح هو ببساطة يعني هو تدفق الهواء الدافئ فوق الهواء البارد وده على طول بشكل سريع بيعمل نوع من السحب الكثيفة جدا وتالي يكون منظرها شكلها جميل جدا شكلها سبحان الله يعني منظر فعلا حلو قوي لسه مع أخبارنا نوح لأيسلندا أسلندا فيها بقى نقاب تم الكشف عن لوحة تذكرية مخصصة لنهر أوكي كيول الذي أصبح أول نهر الجليدي يزوب من بين مئات الأنهار الجليدية بسبب تغير المناخ بيرى العلماء أن ذوبان الأنهار الجليدية من المؤشرات اللي بتنذر بتحرك مناخ الأرض نحو منعطفات خطيرة حضر علماء وسكان محليون مرسم الكشف عن اللوحة تذكرية في موقع النهر الجليدي وده في غرب وسط أيسلندا الحديث عن التغيرات المناخية للأسف بيحظى في بعض الأحيان بإهمال من بعض الحكومات ومن بعض الدول احنا بتكوننا منتكلم عن أنه مجموعة السبعة من أهم الموضوعات على أجندتها التغير المناخي والحرائق غابات الأمازون تعرفها الحرائق اللي موجودة دلوقتي في الأمازون الأمازون هي رئة العالم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه نشبت فيها حرائق صعب السيطرة عليها دلوقتي وكان فيه حرائق غابات في روسيا من فقط وللأسف ناس كتير مش ربطة ده بتغير المناخ بالظبط زي المشكلة ليه بقى لأنه عدد من الدول الكبيرة والصناعية بتهمل هذا الملف وإن كانت بتحاول تتعامل معاه بشكل دعائي لكن في المقابل فإنه على مستوى التنفيذ ومستوى اتخاذ التدابير العالمية مستوى الأداء ضعيف جدا العالم ينبغي أن ينتبه لأنه الكوكب هو اللي هيدفع التمن هيدفع التمن وكمان يمكن البلاد الكبيرة أو البلاد اللي نحن نقول عليها هم اللي تسببوا في هذا التغير المناخي ولكن احنا كبلاد برضو بيطلب مننا اللي هندفع الفاتورة مع أن احنا ما شاركناش ده بالنسبة اللي هم شاركوا فيها ولكن لازم بجد أن احنا ناخد بالنا كويس جدا لأن الموضوع يعني نقوص الخطر فعلا صحيح ودي الفلسفة من اللوحة التذكرية دي يا ياسمين على فكرة يعني الفلسفة من اللوحة دي أنه النهر الجليدي خلاص داب فاختفى من على الخريطة أصبح مجرد يعني بحيرات صغيرة وبالتالي هم حطين اللوحة التذكرية دي عشان ينبهوا العالم كجرس تنبيه أنه احنا بنواجه مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتغير المناخي بنشوفها في الأفلام ولكن الناس مش متخيلة أن فيلم زي ده مثلا ممكن في يوم العيام يتحقق ولكن وارد طبعا في مغامرة محفوفة بالمخاطر اقترب اثنان من ركاب قوارب الكاياك على نحو خطير جدا من نهر الجليدي لدى انهياره خلال استكشافهم لنهر سبينسر الجليدي في ولاية ألاسكا الأمريكية في عشر أغسطس الحالي وصف أحد راكبية قارب الكاياك في تسجيل مصور التجربة بأنها أروع شيء أم بي على الإطلاق في حياته ابتلى راكبها القارب بشدة عندما أمطرتهم موجة هائلة من المياه النجمة عن الكتل الجليدية المتساقطة ونجا كلاهما من الإصابة بالموجة القوية ولكنهم أدركوا أنها مغامرة بالقرب من الجسر الجليدي الناس بغدها مغامرة وناس طبعا لو حصلها حاجة زي دي يعني هتموت من الخضاء أصدرت مركبة تشاندوريان 2 الهندية أول صورة للأمر وهي في مداره حيث دخلت المركبة الفضائية المدار القمري في 19 أغسطس الحالي بعد شهرين من إطلاقها في 22 يوليو الماضي وقد تم التقاط هذه الصورة من حوالي 2650 كيلو متر فوق سطح القمر حيث تظهر الصورة أو بتظهر الصورة جزء من الجانب البعيد من القمر بما في ذلك فهوة أبولو وأيضا مار أورتين لاز من مقرر أرض أيضا أن تتوجه مركبة تشاندوريان 2 نحو موقع أقرب بكثير من القطب الجنوبي للقمر وده مع تحديد موعد الهبوط هيكون يوم 6 سبتمبر مع هبوط المركبة لو تم بنجاح هتكون الهند رابع بلد تهبط على القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين ستعمل أيضا مركبة الهبوط المستكشف المتجول لمدة كيوم قمري واحد فهي غير مصممة لتحمل ليالي القمر الباردة طيب خلينا نقول لمشاهدين الكرام معنى مصطلح كلمة يوم قمري لأنه نسمع الكلمة دي ممكن ما نعرفش كتير ما يعرفوش معناها اليوم لو إحنا مثلا إنسان عايش على سطح الأرض فاليوم الأرضي على كوكب الأرض هو أنه دورة الأرض كاملة حوالين محورها اللي هو الـ 24 ساعة طيب اليوم لو أنا مواطن في سطح الأمر وعايش على الأمر يبقى اليوم في الأمر هو دورة الأمر حوالين محوره بتستغرق قد إيه باب بما يعادل على وقتنا في الأرض 29 يوم ونص 29 يوم ونص يعني 29 يوم ونص ده اليوم القمر فتخيالي بقى يعني لو إحنا عايشين في الأمر اليوم بتاعنا هيبقى صحبها فإحنا يعني نشتكي اليوم طويل طويل بتاعيش على الأمر 29 يوم ونص دولة هتعظيمه إزاي لا لا بجد لا غريبة أوي عشان الأمر بياخدوا الوقت ده في الدوران حوالين محوره بتيجي نطلع الأمر أنا عايزي أنا عايزي أحسي طويلة ساعة عشان يوم ونص دولة هيعطوا عليها بتطلعها يعني لو عندي فلوس أنا لا يمكن أبدا ولا لو إي حتى طيب هلو نروح مع بعض لخبر آخر وهو عن روبوت روسي شق وهو شبيه أيضا بالبشر شق طريقه في محطة الفضاء الدولية بعد أن انطلق فيه مهمة بتستمر المدة أسبوعين لاختبار مهاراته وأيضا دعم التقن الروبوت اسمه فيدور وهو أول روبوت بمواصفات شبيهة بالبشر بترسله روسيا للفضاء وكلف الفضاء الروسية بتقول أنه عملية الإطلاق من قاعدة بايكونور في أسباكستان والهدف الرئيسي من الروبوت هو استخدامه في عمليات تمثل خطر على البشر على متن مركبات الفضاء وفي الفضاء الخارجي طيب ساعتها ممكن نبعاته للأمر ما فيش مشكلة حالة فيدور بيسافر في مركبة سويوز MS-14 غير مأهولة وقالت ناسا إن من المتوقع إن يصل محطة الفضاء الدولية اليوم بحمول اعتزن 660 كيلو جرام بتضم أيضا إمدادات طبية وموايد غذائية للتاقم في المحطة التطور الهائل في صناعة الروبوت على مستوى العالم له تطبيقات كثيرة منها التطبيقات طبعا الحربية والعسكرية والتطبيقات العلمية فيما يتعلق به استكشاف الفضاء وده بيقول نقطة مهمة جدا لما كنا منتكلم عن السينما لما كانت بتحذر من تغيراته المناخية وكده برضو أنا في تصوري أنه هوليود كانت بتأهل العقل العالمي لاستقبال عصر الروبوتات الحاجات اللي احنا بنشوفها ناخية العلمية في الأفلام بات في يوم الأيام حقيقية يعني فأصبح العقل الجامعي في العالم مستعد لهذه المسألة والتعامل معها لكن الأهم بقى هل فعلا السيناريوهات المرعبة اللي بنشوفها من الروبوت والذكاء الصناعي الكبير هل ممكن يتحول أن يكون ضد البشرية ولا لا ده السؤال المهم اللي احنا دايما بشوف التكنولوجي حاجة سلاح فعلا دو حدين يعني زي ما هو ليه العيوب بتاعته زي ما هو ليه المزايا بتاعته زي ما أنت تبقى قاعد كده زي ما أن عمر ما كان حد يتخل أنت يبقى معاك ريموت كونترول تألف في تلفزيون وانت قاعد هيا الفكرة كانت بسيطة كده وبعدين تحولت أنها تبقى أن احنا عندنا بطولة كرة قدم للروبوت أنا عارضها فقط في خبر من الأخبار فيعني هنشوف ده إن الخبر اللي جاي على فكرة ياسمين الروبوت فيما يتعلق بها وروبوتات والاهتمام العالمي الكبير بها في المؤتمر أو مؤتمر الروبوت العالمي لسنة 2019 في بكين اللي بيضم عدد من الروبوتات ذات القدرات العالية يضم أيضا المؤتمر والذي يستمر حتى غد سلسلة في أو من مناطق المعارض الخاصة بالتقنيات وأيضا المنتجات الألية الجديدة بما في ذلك الخدمات اللوجستية الطبية الذكية وده أيضا بالإضافة لأربع مسابقات مع 4500 مشارك احتراف هيتم عرض 700 روبوت متخصص في أكثر من 21 تطبيق صناعي سيعرض في المؤتمر حاجة اسمها سمارت بيرد توحي تصميمه من طيور النورس هو عبارة عن طائرة درون بديناميكية هوائية بتمكنها من الطيران والهبوط بقواتها الخاصة والذاتية عن طريق شحن ببطارية لسيم بيستمر لمدة 20 دي اي اي تقدر ان هي تطير لمدة 20 دي اي اي طبعا باستخدام بطارية ليفيام زي ما انت قلت قياسية قابلة للشحن وذلك بفضل ايضا انخفاض استهلاكها للطاقة والجدير بالذكر ان المؤتمر بيجذب نحو 200 او 200 ضيف وده يكون من 22 دولة مصر هنا في الحقيقة بتحاول عن طريق الطلاب كليات الهندسة من خلال مشاريع التخرج ان هم يبدأوا فيما يتعلق بمسألة الروبوت وعمل مشروعات عندنا مسابقة مهمة جدا بتحصل في مصر اسمها روبو كون بيشارك فيها طلاب من كليات الهندسة بيتم تحديد هدف ليهم ويصمموا طبيقات للتنافس حول تحقيق هذا الهدف وده في تصوري خطوة مهمة جدا نحو العلوم الاساسية لروبوتات وتطبيقاتها الزكية في استخداماتنا اليومية أريد أن أقول لك الفترة الأخيرة فعندنا برنامج اسمه تاكنو نايل لكل اللي عايز يعرف أصبار التكنولوجي تابع هذا البرنامج كنا نتكلم كثير قوي عن الروبوتس نتكلم كثير قوي عن المصريين طبعا الطلبة فيه زي ما انت قلت كليات هندسة والابتكارات بتاعتهم الخاصة بروبوتس والخاصة بالتكنولوجيا بالعمل وهناك شخصة نتكلم كثير من الروبوتس والخاصة بالتكنولوجيا 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 احتفالا بذكرى رقم 80 لفيلم ساحر أوز اتدى أربع موليد جدد في مستشفى واسبان في بيترسبرغ ملابس شخصيات من هذا الفيلم الشهير الفيلم ده في الحقيقة احنا كنا بيشوفه يوم الجمعة الصبح كانت ممكن القناة التانية تجيبه شوية ومرتبط بطفولتنا كتير قوي حتى هو في العالم اصلا يعني ليه تأثير كبير جدا في العالم يعني ارتدى الأطفال حديثي الولادة زي دورثي والملابس الزرقاء القماش القطني والنعالي بياقوت الأحمر فيلم ساحر أوز صدر في 25 أغسطس سنة 39 ولا يزال أحد أفلام هوليود الأكثر شعبية كون ان الحد دلوقتي هو لسه بيقلدوا الفيلم ويلبسوا زيه أو كده ففيلم أثر فعلا في حاجة الكثير لم يركب طائرة منذ سنة 1981 المرة الأولى منذ 38 سنة من أرلندا إلى الأرجنتين يسافر جيمس ماكمانوس حاملا سنينو التي تقترب من المئة ليشارك في بطولة بيونس آيرس للتانغو جيمس ماكمانوس المتسابق رقم 130 في هذه المسابقة أكبر المشاركين على الإطلاق في هذه المسابقة أيضا لم تنعوا أعوامه التسع والتسعين من أداء بضع جولات مع الرقص قبل تكريمه بعد أن اكتاز الجولات الأساسية من هذه المسابقة أنا مش هتكلم لأنه التانغو له إقاع خاص كنت أتمنى أنه الألحان بتاعة التانغو تبقى معانا والناس تسمعها وتتبسط بيها وبأداء الرقصين فيما تعلق بحالة الشغف بهذه الرقصة التي انتشرت في العالم كله وتعبر عن العلاقة الإنسانية بين المحبين طب بعدين بيقولك تسع وتسعين سنة مش بضع سنوين ده تسع وتسعين سنة ومع ذلك أو زي ما انت شايفين في الصور إزاي هو حابب أفضل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة